اهلا بكم معك رانيا سلطان والنهاردة هنتكلم على الحاجة المرعبة دلتا بارينت او التنوع الجديد من الكوبيد ناينتين وده مأثر طبعا كتير احنا خلاص على ابواب المدارس ناس كتير بتسألي يا تارا ده هيأثر على المدارس بحاجة هقول لكم الحقيقة في فيديو منفصل على موضوع المدارس النهاردة احنا بنتكلم عن الوضع ايه الاخبار دلتا بارينت ده هل هو فعلا مرعب للدرجات دي حسب الكلام اللي طلع من السي دي سي انه هو ما هواش فتاك يعني هو مش بيموت الناس بدرجة اكبر من الكوبيد ناينتين العادي اللي احنا عارفينه فهو زيه زي البارينت او التنوعات اللي طرعت من الكوبيد ناينتين زي ألفا بارينت مثلا اللي طرعت قبل كده هو زيه زيهم كلهم ما فيش في حاجة اكتر انه بيموت يعني الاشخاص اكتر او فتاك اكتر من الانواع التانية ولكنه ضعف في العدوة يعني الناس بتتعدي منه بسرعة وبيأثر على اجسامهم بشكل سريع ومعظم الناس اللي بيجيهم انا اسفة يعني كتير من الناس اللي بيجي لها الدلتا بارين دي بتضطر انها تدخل الهوسبتل ما بتتعاركش في بيوتها ونسبة كبيرة منهم بيضطروا انهم يروحوا الـ ICU اللي هي الانتنسي بيونتز فده اللي مخلي الناس اللي أنا منه لانه هو سريع الانتشار سريع العدوة يعني التأثير بتاعه على الجسم عالي ومحتاج الناس تدخل الهوسبتل المستشفيات والـ ICU units عشان تقدر انها تريكوفر منه لكن هل هو فتاك بنسبة عالية زيه زي بقية البارينس التانية فدي برضو يعني نقطة مهمة علشان الناس تبقى عارفة اللي بيحصل طبعاً دي الـ wave رقم أربعة من الـ infections كل شوية كده بتحصل عدوة يعني موجة كده من العدوة تبتجي إيه يعني تيجي على الناس ودي الموجة رقم أربعة الموجة بتاعت العدوة دي طبعاً زي ما انتو عارفين ما هيش كانة بس في أمريكا ولكن موجودة في بلاد كتيرة جداً وفي بلاد زي مثلاً الصين عندها تأثر السكان بتوحها تأثروا جامد جداً عندهم ملايين الناس اللي عندهم COVID-19 دلوقتي رجعت الصين تاني تعمل دي كان بتعمله في السنة اللي فاتت في أول 2020 برضو عملت lockdown الناس ما تنزلش في الشوارع بيعملوا testing للناس في كل حتة بيجبروا الناس انهم ياخدوا الفاكسينات رجعت تاني اللي هو الحكم العسكري بتاعهم ده انه هو لازم يتطمنوا ان يحصل ان الناس كلها تعود في بيوتها لغاية ما الموجة دي تعدي هنا بقى في أمريكا الوضع ايه مختلف بشكل فيه ولايات عندهم الموضوع يعني كنترول دي كويس وفيه ولايات تانية للأسف الموضوع عندهم صعب جداً جداً يعني فإحنا اللي احنا عارفينه ان من الاسبوع اللي فاتت لغاية الاسبوع ده بس عدد الناس اللي اصابوا بالDelta Variant نطق لستين في المئة فطبعاً دي نسبة عالية حالياً فيه في الانتنسيف كيرز 8000 واحد جالهم الDelta Variant لغاية دلوقتي المشكلة زي ما بقول لكم ان الناس اللي يعني عشان تخف مضطرة انها تروح الهوصبتل او الـ IC unit غير الCOVID-19 العادي اللي الناس كان ممكن تقعد في بيوتها والجسمها هيقاوم لوحد وكلاً طيب فيه بعض الولايات زي ما قلتلكم النسبة الإصابة فيها عالية جداً وفيه ولايات النسبة الإصابة فيها قليلة فحبتدي بالولايات العالية وحاخدها بقى من أعلى واحدة ونبتدي ننزل أعلى ولاية لغاية دلوقتي اللي عندهم مشكلة كبيرة ولاية ميزوري فدي أعلى ولاية تاني حاجة أركانسا بعد كده نيفادا نيفادا اللي هي فيها فيجس أنا ليه بقولها كده لأن فيجس دلوقتي أنا كنت عاملة فيديو على الموضوع ده مش عارفة نيزل ولا إيه صح ينزل المهم الفيديو ده كنت بكلمكم فيه على أن فيجس عندهم عروض حلوة جداً جداً فبقول لكم يعني أنك تروح تقعد في القتلات بتاعتهما بالحلوة دي عندهم عروض حلوة ولكن خد بالك لأن هم الدركا بارينت عندهم والإصابة عالية أو هيوم رقم ثلاثة في الولايات اللي فيها إصابة عالية فاخدوا بالكم من الموضوع فاحنا قلنا أول حاجة نيزوري وبين أركانسا وبين نيفادا بعد كده رقم إربعة فلوريدا بعد كده ميسيسبي بعد كده يوتا دي الولايات اللي هي الأعلى في نسبة الإصابة الولايات اللي بعدهم هي الجروب اللي بعدهم بقى من الإصابة تكسيس أوكلهوما طبعاً ده بالترتيب برضو تيكساس أولهم وبعدين أكلاهوما ألاسكا ويومينج آيداهو كانزاس لويزيانا ألاباما جورجيا أريزونا وواشنطن كل دي الترتيبات بتاعتهم ده الأعلى فالأقل 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 إحنا بيقول أعلى وقل عبارة عن إيه يعني بيحسبوها على حسب الناس اللي دخلوا جوه الانتنسيف كير الـ IC units الولاية دي بيقولوا عليها إن الإصابة فيها عالية قوي لأن الناس اللي أصابوا فيها اضطروا إنهم يخشوا الـ IC units مش بسبب أعداد الناس ولكن بسبب قد إيه الإصابة كانت صعبة عندهم فدي برضو حاجات لازم إن أنتوا تبقوا غزين بالكم في بقى ولايات تانية متحكمة في الموضوع تماماً ونسبة الإصابة فيها قليلة قوي يعني لدرجة كويسة فده معناه إن الولاية عارفت تتحكم في الموضوع ده كويس زي ولايات إيه؟ زي فيرمونت، نيوجيرزي، ميتشيجن، رود آيلاند، ويسكنسن، نيوهامشير وأهايو فدي كلها ولايات اللي حصل إن نسبة الإصابة فيها قليلة وعرف إنهم يتحكموا فيها بنسبة كبيرة طيب، الدولة بقى بتعمل إيه دلوقتي علشان تحجم الموضوع ده؟ زي ما احنا عارفين إن دلوقتي الحكومة CDC يعني فيدرالية في كل الأماكن إن الـ indoors masking رجع تاني لازم تلبس الماسك وإنت داخل أي مكان مغلق حتى الناس الـ vaccinated كان الـ CDC طلع قبل كده قال الناس الـ vaccinated ممكن يلبسوه وممكن ما يلبسوهش دلوقتي ولايات كثيرة وأماكن كثيرة قالت تاني إن انت ترجع تلبس الماسك لما يكون indoors هو ده توصية، أنا معلش أنا ممكن قلت المعلومة أن دي توصية الطبع التاني هذه هي التوصية، التوصية يعني رسه مش صارمة ولكن توصية من CDC إن أي حد في indoors لازم إن هو يكون حاطة الماسك الحكومة بتاعة بايدن أو إدارة بايدن قالوا إن أي حد يشتغل جول بيت لابيت لازم يكون واخد الفاكسين كمان قالوا إن الناس كتير من العاملين جوه الحكومة التدرالية حيطلبوهم إنهم ياخدوا الفاكسين ده فيه برضو جامعات زي مثلا UC system هنا في أمريكا وده أكبر جامعة من حيث عدد الستاف وعدد الطلبة اللي فيها قالوا برضو إن عشان تدخل جوه حرم الجامعات دي لازم تكون full vaccinated يواخد الفاكسين فذي كلها حاجات بدقة الإجراءات إن هما يقولوا للناس تعمل إيه في الحاجات طبعا الناس برضو بتاقي اللي هما police officers برضو الناس بتشتغل في المستشفيات كل الناس بتشتغل في المستشفيات they are recommended أو يعني مطالب required إنهم لازم يكونوا vaccinated سواء كان دكتور أو nurse أو حد إداري لازم أي حد بشتغل جوه المستشفى يبقى vaccinated فدلوقتي هما القطاعات اللي بقى يعني الناس بيتحاول إنها أو بيحاول إنهم ينشروا موضوع vaccination ده زادت الأول كان بس المستشفيات دلوقتي زادت حبة بحبة بقيت تغطي قطاعات واحد وراء الثاني وراء الثاني دلوقتي بقى بدوا يتكلموا على المدارس مدارس العامة public school هل كل الناس اللي فيها اللي يكون vaccinated يعني كل الناس منتكلم على الطلبة طبعاً اللي هما فوق 12 سنة والمدرسين والإداريين هل مطالبين ولا recommended بس فدي برضو دلوقتي هكلمكم فيها في فيديو تاني لإن أنا عارفة الناس كتير قوي concern لإن إحنا طبعاً على بواب المدارس خلاص فاضل إسبوعين تلاتة والناس كلها بتسأل هل هده حيأفكت المدارس تاعة ولادنا ولا لأ المهم إن موضوع الدلتا variant عمال يزيد فأكتر حاجات الناس قالت عليها هي هما بيقولوا لنا كده الvaccination والماسك إن انت تحطوا والسوشال ديستنس يرجع تاني على قد وطبعاً استعمل الكمن سنس خاصة إحنا بقى لنا بقى سنة ونص هو فالناس عارفت تعمل إيه وما تعملش إيه فاستعمل الكمن سنس بتاعك ما تحطش نفسك في يعني وضع صعب لما تروح مثلاً في حفلة وانت عارف إن عدد الناس حيبقى كتير وعاديين في حتة مقفولة خد بالك لأن الحاجات دي على فكرة الناس الvaccinated CDC طلع ده أجد كلكم عارفيني الناس الvaccinated برضو ممكن إنهم يحصل لهم إصابة يكونوا هما ناقلي العدوى بتاعة الدلتا variant أو ناقلي العدوى بتاعة الCOVID-19 فمش عشان هو vaccinated يعني خاص هو محصن لا هو ممكن يكون هو vaccinated وبرضو بينقل العدو فدي نقطة برضو لازم تبقى حاطينها في الحسبان وإنتوا بترتبوا بقى أمور حياتكم والخروجات والمدارس والتمرينات والكلام ده كله تبقوا حاطين الكلام ده في حسابتكم أنا إن شاء الله طبعا هنتابع في موضوع الCOVID-19 والدلتا أخصان عند دخول المدارس لأن أنا عارفة إن ده ممكن يأثر على الولاد والمدارس وحنرجع تاني لسنة 2020 ولا حنمشي لقدام الفيديو الجاي حيتكلم عن الموضوعات لو كان الفيديو بتاعي قال لكم أي معلومة جديدة فاتكم بأي حاجة ياريت تعملوا سابسكروفشا في القناة وتشيروا الفيديو وتعملوا ثامس أب عشان الفيديو يفضل موجود والناس دايما تستفيد من المعلومات كان معا كورانيا سلطان ودي حكاية من الولايات